اشتركوا في القناة ومسع مستويات التعاون وتبادل الخبرات وتنفيذ التمارين والتدريبات المشتركة بين الحرس الوطني والجيش الباكستاني وذلك بما يسهم في تعزيز القدرات القتالية بينهما من جانبه عبر الفريق محمد وسيم أشرف مدير عام القيادة المشتركة في الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره لسمو رئيس الحرس الوطني على اهتمامه المستمر بتطوير مستويات التعاون الثنائية بين الجيش الباكستاني والحرس الوطني وذلك تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين كما شهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين